بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب ان شاء الله نبتل مع بعض الجزء التالب من الفاصل الخامس لمقرر النظم بالمعالج قدقل في الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن الميموري كونكشنز تعالوا نفترض مع بعض يا جماعة ان احنا عندنا 2 ميموري اتنين كيلو بايت اتش يعني ايه كل واحدة فيهم اتنين كيلو بايت طيب ازاي يتم الكنكشنز خلي بالك من الممكن ان يحصل عند ما يسمى بالباس كونفلكت يعني بالباس كونفلكت يعني ممكن يحصل كونفلكت في نقل البيانات في نقل الداتا ازاي السيم طيب لما الميكرو باستس عيب عالبيانات ممكن يحصل كونفلكت في نقل البيانات لو إحنا عندنا عندنا اتنين كيلو بايت ميموري طيب نعمل ايه جماعة هنه? طب خلي بالك بقى لاحظ لاحظت الاثنين وتلاتين دول عبارة عن كام 2 موس 15 مش كده؟ طيب الاثنين قصة 15 معناه ان احنا محتاجين كام بت ادرس 15 بت ادرس يعني ممكن ناخد من A0 حتى A14 جميل طيب علشان نقدر نتغلب عن موضوع الكون في الابت اللي ممكن يحدث عن طريق ناقل البيانات هيكون متوفر عندي بت متوفر عندي اللي هي A15 شايفينها شباب A15 يكون متوفر عندي لان كل امكانيات Z80 من A0 حتى A15 اللي هي A15 مش كده انا هستخدم لغاية A14 اللي هي A14 طب ايه الاخمستاشر دي ممكن استغلها اه بقولك ممكن تستغلها ممكن تستغلها ممكن تستغلها كحاكم لسيليكشن يعني ايه حاكم لسيليكشن كاربتر او سيليكشن لمين لتو ممرز بحيث ان A15 ديت لو كانت بواحد تشغل احدى الرامات ولما تكون بزيرو تشغل الاخرى الرامة رقم اثنين ومعناها ان الرامين مش هشتغلوا مع بعض لا ده A15 اللي حكم فيهم مرة هتشغل واحدة عند لما تكون A15 واحد ومرة هتشغل اخرى عند لما تكون A15 بكان بزيرو يبقى احنا كده درنا نتغلب عن موضوع A أو اللي ممكن تحصل باستغلال بيت اخرى في الادرس ما A15 اللي احنا ما كناش محتاجينها احنا بس كنا محتاجين من A0 حتى A14 تعالوا نشوف شكل مع بعض الشكل ده بيوضحك الكلام دوت لو انت عندك اهوت اللي هو Z80 خاصة به هتلاقيها متصلة ب 32 كيلو رام اللي الواحدة 32 و 32 تانية قدامك ها شايفة اه ده 32 و 32 اه معي لكن ال 32 دول دي و دي مش هشتغلوا مع بعض هشتغلوا عن طريق selection bit اللي ايه 15 A15 ايه بت تقدر تتحكم في ايه في الاتنين رام بحيث لو كانت بواحد شايف لو كانت بواحد تشغل اللي قدامك الاولانية لو كانت ب zero تشغل الاخرى معي؟ جميل ده خلي بالك بقى دول لما يكون 32 كيلو بيت اللي اتنين رامات وهتلاقي اللي اتنين فيهم read و write صح؟ اده read write read write نظر لان الرام ممكن يحصلها read و write طب لو كانوا مختلفين يعني ايه مختلفين يعني واحد رام واحد رم اللي ممكن يحصل بقول لك مفيش مشاكل خالص نفس الطريق اللي احنا اتفقنا عليها هيبقى في بيت ايه خمستاشر هتتحكم في الاتنين مرة تكون بواحد ومرة تكون ايه ب zero لو واحد تشغل الاولى zero تشغل الاخرى عشان يحصل يحصل تغلب على الايه؟ على conflict على conflict على conflict في ال data ولكن خلي بالك الرام هيبقى لها write مش كده؟ لكن الروم ليس لها طرف write خلي بالك بقول انت بترسم الرسمة دي انك انت مش هتقدر ترسم write write ونفس الاتصال في معادة هذا الفرق البسيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة